أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نيفين القباج أن البحث الاجتماعي هو الرقيزة الأولى في تقدم ورفاهية المجتمعات الإنسانية جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كما أنها المحرك الأول لقاطرة التنمية وتحقيق التقدم والحياة الكريمة للشعوب جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان مسارة المستقبل ما بعد جائحة قورونا حيث شددت نيفين القباج على أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بالبحث الاجتماعي كآلية هامة في دراسة المجتمع الحقيقة المؤتمر بيحلل ما حدث أثناء الجائحة من تطورات في العلاقات ما بين الدولة وبين مؤسساتها المختلفة وكيف أدت المؤسسات المختلفة أثناء الجائحة ودور الإعلام والرأي العام وتفشي الأخبار وانتشارها والعلاقة بين المؤسسات بعضها وبعض كما أيضا بيبرز جانب التكنولوجيا وجانب استخدام التحول الرقمي الذي جاءت به الجائحة من فرص في التوسع في التحول الرقمي والانتشار التكنولوجي في مصر ما بعد الجائحة أيضا بيذكر الفرص المتاحة التي أتحتها الجائحة فليست كل ما جاءت به الجائحة كان في خطورة وتحديات ولكن كانت هناك فرصا قائمة في التحول الرقمي في التواصل بين فئات الشعب المختلفة في أعادة نظر النظر في ملف الحماية الاجتماعية